في إطار الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به مختلف الجمعيات الخيرية الكويتية في إغاثة الضعفاء والمنكبين في مختلف دول العالم أطلقت جمعية النجاة حملة دفء وسلام للاجئين في دول اللجوء السوري كالأردن وتركيا وغيرها من هذه البلدان وتهدف الحملة إلى توفير المستلزمات الشتوية الضرورية لمئات الأسر والتي تعاني أوضاعا مأساوية صعبة نوبة شتاء وثلج وبقايا حديقة ضاعت فيها بعض ملامح اللاجئين في دقيقة فالشتاء القارس يجعل حياتهم أكثر صعوبة فيزيد من محنتهم في ظل عدم توفر وسائل التدفئة والدعم المناسب لذا تسعى جميع الجمعية الخيرية الكويتية بلا استثناء في فصل الشتاء لدعم الأوضاع الإنسانية للاجئين في مختلف بقاء العالم وخاصة إخواننا في سوريا استفاد من هذه الحملة ما يقارب الـ 3500 إنسان من إخواننا اللاجئين السوريين والفلسطينيين وأيضا السودانيين طبيعة المساعدات كانت عبارة عن توفير المواد الغذائية توفير مستلزمات الدفء من بطانيات من دفايات من غاز وغيرها اللي إخواننا في هذا البرد الشديد اللي احنا شفناه وعايشناه أما عن المشاركة في حملة دفء وسلامنا فقد تجلت دينماكية الحركة الشبابية بمختلف أطيافها وفئاتها للمساعدة ومدية العون للاجئين الذين يفتقدون لأبسط مقاومات الحية عددنا كان جدا كبير مهنة مختلفة اللي كان فينا أكاديمي وطبيب ومهندس وفينا معلمين ومنهم أيضا مؤثرين في التواصل الاجتماعي من متطوعين ومنظمين وأيضا متبرعين كلنا والله الحمد حطينا إيد نبيد بعض ومهنة وخبرتنا مع بعض لمساعدة إخواننا اللاجئين برد وفقر وغربة أوضاع مأساوية صعبة يعيشها اللاجئون في شتى أنحاء العالم وبالحملات التي تقدمها الجمعيات الخيرية الكويتية تجلب لهم ولو جزءا بسيطا من الحب والدفء في حياتهما